مجاز الثالث مساء من التلفزيون المصري أهلا بحضراتكم أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي حرص الحكومة على متابعة المستمرة لملف أصول الدولة في إطار تعظيم الاستفادة منها جاء ذلك خلال اجتماع مدبولي مع عدد من الوزراء والمسؤولين لاستعراض عدد من الأصول في نطاق محافظتي القاهرة والجيزة التي تتمتع بإطلالة على نهر النيل حيث تم تصنيف هذه الأصول وفقا لانتقال الوزرات والجهات التابعة لها هذه الأصول والمباني إلى العاصمة الإدارية هذا وتقرر أن يبدأ صندوق مصر السيادي العمل على تقييم هذه الأصول وذلك من خلال مقيمين عالمين بهدف البدء في تسويقها وإقامة مشروعات استثمارية عليها أكد وزير الخارجية سمح شكري على دعم مصر للحكومة اليمنية الشرعية ولمساعي تمديد الهدنة الأممية وتشجعها لإيجاد حل سياسي شامل ومستدام في اليمن جاء ذلك خلال استقبال شكري وزير خارجية اليمن أحمد عوض بن مبارك الذي استلم شكري رسالة خطية من رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي حول سبل تعزيز العلاقة الثنائية هذا وأكد بن مبارك على تقدير بلاده للموقف المصري ثابت والداعم للشرعية في اليمن وجهود التوصل لتسوية سياسية استقبل الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط رئيس جمهورية قبرس نيكوس خريستو داليوس واللقاء شهد تبادل للرأي حول التطورات الأخيرة في القدس والأوضاع في سوريا وليبيا وكذلك تدعيات الأزمة الأوكرانية على المنطقتين العربية والأوروبية ومجمل الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط من جانبه أكد الرئيس القبرسي حرص بلاده على تعزيز أواصر العلاقات مع العالم العربي أعلنت أطراف العملية السياسية في السودان تأجيل التوقيع على الاتفاق السياسي النهائي والذي كان محددا له اليوم من جانبه قال الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة إنه يتم العمل على إكمال النقاش حول الموضوعات المتبقية لتوقيع الاتفاق السياسي وهذه هي المرة الثانية التي يتم فيها إرجاء التوقيع على الاتفاق النهائي للعملية السياسية إذ كان مقررا التوقيع في الأول من الشهر الجاري أقامت وزارة الأوقاف مقرأة بمسجد مصر العاصمة بالعاصمة الإدارية الجديدة لتلاوة جزء عامة من داخل القاعة الثلاثين وذلك بحضور شيخ عموم المقارئ المصرية ونخبة من القراء المعتمدين بالتحاد الإذاعة والتلفزيون انتهى مجازة الثالثة من التلفزيون المصري دمتم في أمان الله اشتركوا في القناة